السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بقى الف خير نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على الرسول اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد عليها افضل الصلاة والسلام النهاردة هنعمل الفطير الشرقي بكل تكاته وحركاته هنعمله في البيت بكل سهولة من غير فرن ومن غير اي حاجة يلا بينا نبدأ الفيديو اه النهاردة هنعمله من غير عجن ومن غير اي حاجة هنحتاج لفة جلاش واي حشوات متواجدة عندك بسطرمة لحمة مفرومة لانشون اي حاجة هجيب في الاول كده معلقتين زبادي على معلقة سمنة ومعلقة بيكينج بودر لان دول اللي هنغلب فيهم الطبقات بتاعت الجلاش علشان يبقى مورق زي اللي بنجيبه من بره بالزبط ومعايا لفة جلاش لازم تكون طرية ما يكونش فيها حاجات متكسرة علشان تدينا الشكل الحلو بتاع بره هجيب كده بالفرشة والخليط اللي انا عملته هدهن بين انا هعمل بس ورقتين اتنين تحت لان انا هعملها فطير صغيرة هورها لكل وقتي هجيب بقى اي حشوات عندي بسطرمة وعند الجبن وعند فلفل وزاتون وبرضو عندي لحمة مفرومة اه البسطرمة بجد في الفطير هي اللي بتديره الطعم بتاع بره بالزبط بتحس ان انت جايبا من يعني من محلات كبيرة هتحط بقى الحشوات اللي موجودة عندك كلها وزي ما اتفقنا احنا بنعمل لبيتنا اه نعمل حاجة كده محترمة هنحط اي حشوات متواجدة عندك اه مش لازم ترتبط بالحشوات اللي انا عملها يعني لو اه جبن لوحدها ماشي لو اه اه مسلا اللحوم لوحدها مفيش مانع يعني اي حاجة متواجدة عندك هجيب بقى بيضة وهجيب اه معلقتين تلاتة لبن كده وحضربهم مع بعض هم دول اللي حيمسكولي الاطراف بتاعة الفطيرة بحيس لما اكون انا بقلبها على النار لان انا هعملها على البتاجاز مش هحطها في الفرن. اه دي زي ما بيقولوا كده المادة اللي بنلزق بيها الحاجات الطبقات بتاعة الجلاش علشان ما ينشفش برضو منا. وحجيب طبقة واحدة بس من فوق مش اتنين انا عملت اتنين تحت وحجيب طبقة واحدة بس من فوق. وحبدأ اسقيها بالخليط بتاعي ده وبرضو حديها آآ يعني فرشتين تلاتة كده من من الخليط اللي انا عاملها الاول اللي هو الزبادي والحاجات التانية علشان يطريها. ما سبش اي مكان خالص علشان اطبقها عاوزة تعمليها بقى على شكل دايرة زي ما تحبي عايزة تعمليها على شكل مسلا مربع زي ما انا هعملها كده. ما فيش مشاكل. آآ اي اي شكل عندك هتعمليها تطلع معك شكلها حلو. آآ ما ترتبطيش بحاجة انا بس احطها في الصينية دي علشان يعني ما تدينيش شكل عشوائي كده. هتشوفوا في الاخر هي هتدينيش شكل ايه? وعلى البتجاز مش هنحتاج فرن ولا هنحتاج اي حاجة مش بتاخد اكتر من خمس دا يعني الاكلات دي بقى احنا دخلين كل سنة وطيبين على مصيف وحاجات من دي. آآ ممكن تنفع ليوم مصيف مسلا لفتين تلاتة جلاش يقضوا الغرض يعني آآ احسن من الفطار اللي بنشترها مسلا بالشقل فلاني من بره وعملينها وشايفين ان احنا عاملينها بايه? وقدام عينينا والحاجة نضيفة لولادنا. هاخدها بقى كده واروح على النار هكون مجاهزة توصى كده مسخناها. هحطها بس كده لحد ما تاخد تشميع مش هسيبها لما لونها يضغم قوي زي ما انت شايفين كده. وحقلبها على الناحية التانية برض زي ما انت شايفين. وحابدأ بالحاجة اللي انا معايا. آآ اتك عليها. ده كده كان شكل الفطار بتاعتي النهاردة يا رب يعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.